منادلي ومنادلات الأحرار إن الحكومة اللي كانت تشرف برئاسة ديالها حققت مكتسبات تاريخية لصالح الأسرة المغربية ستبقى راسخة في التاريخ السياسي والاجتماعي في الملكة حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في مختلف سياسة ديالها والبرامج ديالها وهو ما يتجلى في تكامل تدخلاتنا اللي كتهدف إلى النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها على غرار تنزيل برنامج دعم الاجتماعي المباشر دعم السكان زيادة في الأجور ديال فئات عريضة من شغيلة في إطار جوالات الحوار الاجتماعي القطاعي أو رفع من الحد الأدنى ديال السميق أو ديال السمك ديال الفلاحة هذا كله هو تدخلات وإجراءات لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية كان التزامها منذ البداية تكريس أسس الدولة الاجتماعية في شمولتها حكومة حكومة تنبني حصيلتها الأساسية على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية حضرت سيدة السادة لاش كأنكم على وعي تام بالظروف والسياقات التي حملناها في المسؤولية للتدبيع الحكومي ومن هذا المنطلق كنا ملزمين بالتعبئة شاملة للتخفيف من أطال الأزمة على المعيش اليومي للمواطنين ودعم قدرتهم الشوائية فمنذ الاستقلال منذ الاستقلال لم تواجه أي حكومة مغربية أزمة مركبة ومعقدة كالتي عاشتها بلادنا في السنوات الأخيرة أزمة جزء منها مستورة بفعل الأزمة الصحية العالمية وتداعية الحرب الأوكرانية الروسية وجزء آخر داخلي مرتبط بتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطارية وأمام كل هذه الصعوبات كنا حارسين على مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحماية من صدمات اقتصادية المتتالية كما عبأت الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية حوالي عشرين مليار ديال الدرهم في إطار برنامج استعجالي لمواجهة آطار الجفاف وقد مكنت مختلف الإجراءات الحكومية الموجهة لاتخذناها لمواجهات الإكرهات الضفية من تراجع معدلات التدخم بشكل ملموس حيث من المتوقع أن ننهي هذه السنة بمعدل لا يتعدى جوج فاصلة 5% إن شاء الله